اوكي التوترير الرابع بتاعنا زي ما نقلت من شوية قبل التسجيل المسألة الاولى فيه عن design عايز اجيب minimal solution لفنكشن الفنكشن دي فيها onset و offset و don't care اعمل ايه اقراها الاول عشان تعرف مين ال onset و مين ال offset بقول الفنكشن الف الرقم واحد حضرتك محتاج تعرف عدد ال inputs بتاعتك كامل لو اتلاحظ دلوقتي ال inputs w x y z اربعة inputs يبقى w x y z عرفت ان انا لو هطلب منك true stable هتعمله 16 احتمال اوكي خلاص مين ال onset و مين ال offset لو تلاحظ دلوقتي حضرتك انا بديها لك بدلالة ايه السجمة والسجمة ده onset ولا offset يا شباب onset يعني بقوله الصف رقم صفر و رقم واحد و رقم ثلاثة و خمسة و اربعتاشر قيمة الخارج f عنده on يعني بواحد والسف رقم تمانية و خمستاشر قيمة الخارج f عنده don't care امال غير كده هيبقى ايه هيبقى اوف otherwise هيبقى اوف فلما هتدي لك ال function انت غالبا هتروح تمثلها في current of map او لو مش هتعرف تمثلها في current of map اعمل بتاعها الاول وبعدين اعمل current of map وبعدين هطلب منك بقى ان حضرتك تجيب المنمال يعني ايه ابسط شكلي لها يبقى اكيد current of map بتشتغل عليه يعني هتروح على current of map بتجمع الوحاية ومنها تعمل implement function دي as to level named زي ما احنا متعودين جدا هتطلع على sum of product وتعملها named implementation دكتور مكتوب product of some حاضر اللي تحت minimal sum of product واللي فوق minimal product of sum ماشيين طيب علشان ما اصعبش عليكم هخلي لكم المنمال sum of product يبقى named implementation عشان ما اصعبش بس واللي فوق minimal product of sum هخليها نور implementation ماشي يا شباب هعدل لكم بس السؤال يبقى ده اه اه نور واللي تحت ناني اه هتعمل اه compare بين two solutions يعني هتجيب الكست في الحالتين وتشوف انه كست قائل وتقول ده احسن ليه عشان الكست بتاعت قائل فيها مشكلة في المسألة مسألة شبيهة بالمسائل اللي احنا قلناها مرة اللي بدت جدا شبيهة جدا الفرق الوحيد ان في عندي don't key ابدأ احل دلوقتي بس وبعدين نشوف اوكي يا شباب بنقول دلوقتي اصغر بس شيء بنقول دلوقتي لو عايز اعمل تروس تايبل هتروح على الصف رقم صف ده تخلي الخارج بتاعه on بواحد والصف رقم واحد والصف رقم تلاتة والصف رقم خمسة والصف رقم اربعتاشر ده on وبعدين من don't care don't care صف رقم تمانية حطه دي صف رقم خمسة اشر حطه دي otherwise غير ده كله بقى هيبقى اوف يبقى ده اوف اللي هو صف رقم اتنين الوف ست رقم اربعة ستة سبعة تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر يبقى حضرتك كده معايك التروس تايبل وتقدر تروح تملى كارن رفمابي طفار ده ما معايش التروس تايبل روح حملة في كارن رفمابي على طول احنا كلنا في كارن رفمابي يا شباب متعودين ان احنا بنملى ايه صف صف هنا وبعدين هنا وبعدين افط احط الكيمة دي بعدين ارجع احط الكيمة دي and so on فاحنا هنعمل بنفس الترتيب بالظبط هنعمل بنفس الترتيب بضبط يا شباب اوكي تعالوا نعمل بقول لك سανت الراكم بص لي فوق واقول لي ان ولا اف س 끝�ل رقم صف اون يا دكتر حاضر رقم واحد اون يا دكتر رقم اتنين بيبقى في المربع الاخية رقم اتنين مش اون ولا دنتكيري باخف رقم تلاتة اون يا دكتر طيب رقم اربعة اربعة مش اون ولا اوف اا مش اون ولا دنتكير سوري باخف ماشي? طب رقم? اه. واحد. خمسة واحد. ستة اف. احنا دكتور? اقول معي. ستة اف. سبعة. هقول معي. هتبقى اف يا دكتور. اف. تمانية بقى مش هيبقى في الصف اللي بعده. احنا متعودين احنا بننزل على الصف الاخير الاول. تمانية. تسعة. اف. اف. عشرة. اف. اف. حداشر. اف. اف. بعدين اطلع على الصف اللي هو رقم تلاتة ده. اتناشر. اف. اف. تلاتتاشر. اه اون. اه لا مش موجود في الان اللي موجود اللي الاربعتاشر. تلاتتاشر. اف. اه تلاتتاشر. اربعتاشر. اون. اون. خمستاشر دون تجير. حلو الكلام يا شباب. بعد ما يبقى معي اا اا الشكل الجميل بتاع اروح اجمع الوحيد. اجيب المينيمال طبعا. واجمع الاصفار اجيب المينيمال. تعالى اعمل لها بس سكرين. علشان اا اخدها معي على الحل بتاعي. اوكي. ادي يا شباب. خنف ماب بتاعي. يلا يا شباب نجمع الوحيد. هجمع الوحيد. لو تلاحز الواحد الى هنا ده. شايفين الماوزة يا شباب? الواحد ده. الواحده. اخدوا الواحده ولا اخدوا مع الواحد اللي فوقه? مع اللي فوقه. بس. اوكي. بيدول كده. وبعدين يا شباب. ايه تاني. اللي على شمال اخدوا مع الوام стороны اخده مع النظر ااخدوا مع النظر اخدوا مع النظر بيقول لي كده يعني معناه حروح اقدوا ده. اغير كمتو بواحد عشان اخدوا مع النظر اوكي ماشي حمش معك. ايه تاني? اللي على يمينه هاخده مع العاشمال اللي على يمينه ده هاخده مع العاشمال واحد اللي تحت هاخه مع قبل ما تبدأ تقول الاف يساوي حضرتك اختبر ان المجموعات اللي معاك مجموعات صح ازاي يا شباب بان اقول كل مجموعة فيها حد سايب مش مشترك مع المجموعة التانية والحد السايب ده لازم يبقى حد حقيقي المجموعة دي فيها حدين سايبين خلاص اوكي المجموعة دي حد سايب اهو وكان حقيقي يعني كان واحد اساسا في الاول ما كانش دون تكير وتقلب واحد المجموعة دي الحد ده غير مشترك تمام وحقيقي المجموعة دي الحد ده غير مشترك وحقيقي المجموعة دي كلها إسنشي اللي يبقى دي الإسسنشي طيب لو هقر المجموعة دي مين يقراها معايا تبقى زد داش وي داش اه اكس داش اكس داش وي داش زد داش زد داش زد داش زد داش داش هتبقى وي داش زد داش داش وي داش زد صح كده زد زد المجموعة دي زد اكس داش 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 زد 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 المجموعة دي اكس داش داش يبقى دابليو اكس وار شباب الشكل ده تعرفوا ترسموه او لا لا اند 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 يتجمعين على ايه على اور على اور علشان اخليها كلها نمضي روح اغير دي تبقى اند وين في خرجها وين في داخلها وخد الناس يحطوه هنا هنا لحد الاخير يبقى كده معاكل ايه انا مش هرسمها بقى حضراتكم ان رسمناها قبل كده يبقى كده خلصت او لا لا ناند عشان كده انا غيرت السؤال بس عشان اسحل هو و المنمال سامو برو داك تطلب حد عنده مشكلة فيها طيب اوكي نجيب نفس ونعمل يعني دلوقتي عايز اجمع لايه الصفار اه يلا نجمع الاصفار يا شباب الاربع اللي تحت مع الاربع اللي تحت مع بعض معنا كده حضرتك غيرتك الخغيرتك. خليته بصير 4 perlok انه هو الصفرين تحت الصفرين الي فوق بعض من الاربع بردو الصفرين الفوق بعض دول ماذا الصفرين الفوق بعض واللي جنبع بعض اه يعني دول كده ايضا ودول كده. تماما. هل حد عنده اعتراض يا شباب? هل حد عنده اعتراض? طيب تعال هنعمل انا شايف ان دي تماما فاش مشكلة. تعال هنعمل ده في حد سيب حقيقي ايوة. المجموعة الاربعة دي فيها حد سيب حقيقي ايوة. المجموعة دي فيها حدين سيب حقيقي تمام? المجموعة دي فيها حد سيب حقيقي. المجموعة ده في حد سيب حقيقي. اوكي. يبقى ده كويس. طيب. نروح نقول الاف يساوي. نرى الاربعة دول. اف داشة يا دكتور. ايش حاضر. اف داشة. عشان انا بجمع على الصفار. اف داشة يساوي. اكس داشة الاربعة دول عبارة عن ايه? داشة 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 داشة. انا بجمع الاربعة الصف والالا Offic المربعة ده مربعة هيبقوا دابليو وي داش. الاربعة التنين هيبقو دابليو ايكس داش. الاربعة دول دابليو ايكس داش. وبعدين الاتنين دول هيتبقو اي داش زد داش اه اكس. هيبقى اه ايكس. وي داش Z داش. وي داش زد داش. وي آآ الاتنين دول? اه اكس دابليو واي. هيبقى دابليو. اكس و. اكس و. دابليو داش. دابليو داش اكس و. واي. زائد الاخير ده. واي زد داش آآ دابليو داش. دابليو داش. واي زد داش. زي ما الدكتور زي ما باش ماندس قال دي مش اف دي اف داش انا انا قريت اللي صفار. طب حضرتك عايز الاف يا دكتور. هتعمل ايه? هتروح تقول حط داش على الاتنين. تاني. يبقى ازا نفي نفي اثبات. يبقى ازا دلوقتي. حضرتك بقى الشكل الجديد عند حضرتك ايه? اعمل دابلي داش زائد. واي. مضروبه في دابليو داش زائد اكس. مضروبه في اكس داش زائد واي زائد زد مضروبه في دابليو زائد اكس داش زائد واي داش مضروبه في دابليو زائد واي داش زائد زائد ده الـ sum of product ولا product of sum? تب product of sum. حضرتك ده رسمة هترسمها ازاي? or 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 or? لحد الاخيرة or? متجمعين على ايه? على ان. انا عايز نور implementation. يعني هروح على الاخيرة دي. احولها من اه تبقى or بدي مورجن. انفي خرجها. وانفي كل الدخل. اخد النافي الاولان من هنا. اروح اوديه هنا. يبقى ده كده نور. وهكزا اللي بعده ده كده يبقى نور برضو لحد الاخير. يبقى ده كمان برضو نور برضو. يبقى كده بقى معايا النور يا شباب او الشوف القصط في الاولان كام? والقصط في التاني كام? وكارنبل. فيها مشكلة في المسألة? في مشكلة يا شباب? تمام يا باب. اوكي. جميل. نشوف السؤال التاني. السؤال التاني يا شباب بيقول. assume that. تعال ناخده في الوائد بورد ونحله هنا. assume that. حضرتك دلوقتي. عندك four sources. أربعة صورس. صورس يعني مصدر. اسمهم P. هذا المصدر الأولاني. وQ. هذا المصدر التاني. وهدي R. المصدر التالت. وهدي S. هذا المصدر الرابع. that need to share a single party line. يعني ايه؟ share يعني ايه؟ عايزين يتشاركوا كلهم في party line. في باس. خط. حضرتك الخط ده. سواني بس عمل لكم خط كده لزيز. ادي الباس عندي. ده الباس. وعايزين نتشارك فيه. اوكي يا شباب. طيب. يعني ايه بقى؟ يعني بقول ان ده source. عنده data. عنده بيت عايز يبعتها. عايز يروح يبعتها على مين؟ على ال party line ده. يعني يروح يتوصل على ال party line ده. ويبعت ال data بتاعه. طيب. لما التالي اللي هو Q عايز يبعت. يروح يتوصل على ال party line ويبعت ال data بتاعه. التالت عايز يبعت. يروح يتوصل على ال party line ويبعت ال data بتاعه. ايه ده يا شباب؟ مدام الاربعة دول عايزين يعملوا share لل party line ده. هيعمل ايه؟ معنى كده يا شباب. معنى كده ان لو واحد هيوصل على ال party line. الباقي لازم يكون فاصل. علشان ما ينفعش يبقى اتنين واسطين على ال party line مع بعض. الاولان يبعت ال data بتاعته. والتاني يبعت ال data بتاعته. ويحصل كل جمع بينهم. يخبطوا في بعض يبوزوا بعض. اوكي؟ وصلت يا شباب. يعني دلوقتي اربعة source. اربع عربيات عايزين يعدوا على طريق حرة واحدة في نفس الاتجاه. يعمل ايه؟ لو عربية هتعدل بقى يوقف. اوكي؟ هي كده. معناها كده. طيب. design a circuit. اعمل دايرة. بحيث ان الدايرة دي تعمل ايه يا شباب؟ الدايرة دي. آآ that allow no more than one source. انا بقى شرحها لك اهو. هتخلي مش اكتر من واحد يعمل اكسس للشيرد لايم في نفس الوقت. ازاي يا شباب؟ بكل بساطة عايز كل واحد يبقى قدامه switch. مرة يوصل. ومرة تانية ايه؟ يفصل. مين اللي اخدناه في بارت واحد واثنين في اول محاضرتين. شغال كـ switch يا شباب؟ وعرفنا الـ internal structure بتاعه كمان بالـ CMOS transistors اللي هي يا دكتور الترايستيد بوفر اللي ما نقلت لها الانيبل بس كده الترايستيد بوفر يا دكتور الترايستيد بوفر دي عبارة عن ايه الابريشن بتاعها من جوة اكنها اكنها سويتش ده الانبوت بتاعها ايه والاوبوت بتاعها مثلا بي الايه يعدي على بي امتى لما يبقى انيبل والانيبل بتاعي له انواع كتير ممكن يبقى اكتف هاي واكتف لو يعني لو اكتف هاي معناه لو الانيبل بواحد ده يكون موصل وبالتالي الايه تعدي لو الانيبل بصفر يكون فاصل اه هي دي اللعبة كل واحد من دول هروح اعمل ايه شباب احط له قدامه ترايستيد بوفر ادي اول ترايستيد بوفر وبعدين ده الانيبل بتاعه والتاني ادي تاني ترايستيد بوفر وادي الانيبل بتاعه والتالت ترايستيد بوفر عشان كده بقول لكم المسألة دي اللي اجت لك في الامتحان يبقى دي هدية ما فياش تغيير ده الانيبل بتاعه الرابع ترايستيد بوفر وده الانيبل بتاعه طيب يا شباب وبعدين يعني اه ما عايز اتحكم في الانيبل ده اتحكم فيه ازاي اقول لحضرتك دلوقتي اكين نسيادتك عايز تعمل ايه اكين نسيادتك عايز واحد يشتغل والتاني يفسه عندي اربع احتمالات في التروز تيبل استخدم لها كم امبوت عشان افرق بينهم اطلع اربع احتمالات في التروز تيبل من كم امبوت يا شباب اتنين امبوت اتنين امبوت يبقى استخدم اتنين امبوت عشان يكنترول العملية كلها اللي هم مين مثلا اللي هم مثلا اكس وواي واقول اتي التروز تيبل بتاعي ماشي اتي الاكس والاي لو كان صفر صفر هعمل انيبو المين للبي لو كان صفر واحد هعمل اניبو المين للقيو طب لو كان واحد صفر هعمل انيبو المين للر طب لو كان واحد واحد هعمل enable لمن؟ للS يبقى إذن يا شباب دايرة ال-enable بتاعة ال-B D ال-enable بتاعة ال-B من يقرأ للدائرة بتاعتها؟ هو المين ترمي ده X-Y- بس الله ينور على حضرتك هعمل N-D-Gate كده Sorry N-D-Gate X-D-Gate Y-D-Gate يبقى خلصتها؟ طب وال-enable بتاع ال-Q أعمل لها enable إمتى؟ لما يكون جايلي إيه؟ X-Y بس خلاص طب وال-enable بتاع ال-B X-Y- X-Y- Y-D-Gate طب ال-enable بتاع ال-S X-Y X-Y والمسالة بتاعتي خلصة لما يبقى ال-enable لما يبقى ال-X-Y بواحد صفر الوحيد اللي هيطلع واحد خلينا جيب لون مختلف الواحد اللي هيطلع واحد هو ده والباقي كله يكون عليه صفار عشان الأندات دي هتدي صفار في الوقت ده ده اللي يبقى ON والباقي يبقى OFF يبقى OFF يبقى OFF مين اللي بيشتغل دلوقتي؟ ال-R حلو الكلام يا شباب مسألة سهلة ولا صعبة؟ دكتور اتفضل هو ممكن يقولنا انت عندك true بس ماشي ما يجريش حاجة هنا انا ما قلتلكش عندك true بس لو عندك true بس يا بشوهندس هتقولي ادى ال-X ال-X داش اجيبها بإمفردر ادى ال-Y ال-Y داش اجيبها بإمفردر بس انا ما بحددتش ان عندك true بس او عندك true والفولز غير في المسائل بتاعة كارنوب ماب فقط لهيه الباقي كله ديزاين وحضرتك اعمل اللي انت عايزة اوكي؟ في حل تاني يا شباب ولا مفيش؟ من السؤال ده يعني ده الحل الاولان بتاخد دراكتك كم في حل تاني ولا مفيش؟ ركزوا كده الدوائر ال-and دي ممكن اعملها بحاجة تانية ولا لأ؟ هيا شباب هيا شباب هيا شباب ممكن اعملها دي مورجا لا انسي الداخل والخارج ممكن يا دكتور اطبق دي مورجا وانسي الداخل والخارج هيا شباب هيا شباب هيا شباب لا ده حل اخر ماشي هيا شباب خب ايه رأيكم؟ اخدت انتو ديفايس في الفيديوهات الديفايس ده عليه سلوك كتير في الخارج واحد السلوك دي بتنور والبقى يكون طافي مين الديفايس ده؟ ملتبلك سر يا دكتور؟ لا ال-decoder يا باشا ال-decoder اللي انتو اخدتوه كان 2 input في اتنين قص ان اوجد سوري مش ايه ايش اتنين في اتنين قص ان اوجد في الحالة بتاعتي انا عندي ال-X وال-Y ده اتنين input هيبقى هيبقى اتنين فاربعة ولو تلاحظ وترجع كده للفيديو وتلاقي التركيب الداخلي بتاع ال-decoder هتلاقي التركيب الداخلي بتاع ال-decoder عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن الاندات دي مرسوسة ورا بعضها يعني الاندات دي اساسا موجودة بالترتيب ده جوه ال-decoder اوكي؟ يعني حضرتك بدل ما تعمل اندات وتوجع دماغك ممكن تعمل حاجة تانية الاز ايه هي؟ بانك تشتغل على ال-decoder automatic علشان يشغل ويطفل يعني هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح تقول بدل ما هعمل اندات لا ده انا عندي اساسا decoder مثلا زي كده اثنين input اربعة اوبط decoder الاثنين input دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال-xy y بيطلع لي اربع سلوك السلك رقم سفر السلك رقم واحد السلك رقم اثنين السلك رقم ثلاثة لما بيجي لل-x وال-y zero zero بيعمل ايه؟ بيروح على السلك رقم سفر ينوره والباقي يطفيه صح او لا بيروح يقولك 00 ده يناظر decimal zero فيروح على السلك رقم zero ينوره ويطفي الباقي فانا هاخد اللي منور ده اروح اعمل بـ كمان مرة لما يجيلي x و y zero بيروح يعمل ايه؟ بيروح ينور السلك رقم واحد ويطفي الباقي هاخد اللي منور ده اعمل بـ ورقم اثنين اعمل ورقم ثلاثة اعمل ورقم ثلاثة اعمل لو انت بصيب بقى في التركيب الداخلي هتلاحظ ان في التركيب الداخلي هنا كان عبارة عن sorry and x dash y dash في السلك اللي بعده كان عبارة عن and x dash y اللي بعده x y dash فاساساً كده كده يا شباب الاندات اللي انت كنت محتاجها في الحل الاولاني ده موجود جوة decoder روح وصل بس خارج كل and اللي هي السلكة على enable وكده واحد بيشتغل والتاني بيطفي خلاص والباقي بيطفي واضح يا شباب واضح يا شباب واضح يا شباب هنعمل ايه في السؤال ده روح نقرأه الاول بس انت هتستخدم design given ان عندك ملتفليكسر كام ستاشر في واحد السلوك بتاعته في الداخل ستاشر سلك من دي زيرو اللي دي خمستاشر السلكتورز بتوعي مدام انا الستاشر في واحد يبقى عنده اربعة سلكتورز w x y z اللي هما نفسهم الامبوت بتاعتي بتاع المسألة determine هنوجد ايه determine the logic values of data inputs needs to be to implement the function شوف لي كل سلكة من السوليك دول لو انا هعمل design باستخدام كل سلكة عليها ايه عليها قيمة واحد ولا قيمة صفر ده السؤال الاولاني ماشي معلش علشان خاطر ما نطلع بطش السؤال الاولاني كده نحن اللي باعده سؤال تايه باعتد السؤال الاولاني تعالوا نحله مع ستحله ازاي باش مهم دس انا ستديلك المسألة اساسا انا مدها لك. الفنكشن اهي. حضرتك بس تروح تقول لي الفنكشن دي تسوي كيف. وتروح تجيب لها الترو ستيبل. وبعدين نشوف. الديزاين باستخدام الملتفليكسر انا يهمني اعرف الانسيت ايه هي? السيجما يعني. والافست ايه هي? عرفتهم المسألة بتاعة يخلصت اللي هي عشان اعرف الانسيت والافست لازم اكون اعرف امسأ بتاعة ده. تمثاله باي طريقة لو عايز تعمله بالطريقة التقليدية اللي هي تجيب ال اه بعدين تضربها في الاند وتجيب الواي داش وتجيب الاكس اكس نور زد وتضربهم في بعض وتعمل ار ماشي ده الحل الاول. حل التاني ان حضرتك تقول لي انا اساسا اعرف بسط الكلام ده كويس? اقول واي مضروبة في ايه? اكس قرما بين دابليو واكس اللي هي تكتب ازاي دابليو اكس داش زائد دابليو داش اكس. صح الله يا شباب? تمام? زائد زائد ايه? قال لك زائد يا فاندم اه واي داش مضروبة في اكس نور ما بين اكس وزد. فعملها ازاي? الاكس نور ده اللي هو مزبط في مزبط. زائد منفيف منفيف. روح بقى بسط الكلام ده كويس? فهقول له طيب اوكي. يبقى دابليو اكس داش وي زائد زائد اكس وي داش زائد اكس داش وي داش زائد اكس داش وي داش زد داش. اللي عند حضرتك دي فانكشن اف تقدر بيها تدخل على كارنوف ماب وتمثلها ولا? قال لك اه اه ده. علشان نمثلها بكارنوف ماب. هجيب بس كارنوف ماب. همثل فيها. انا عايز كارنوف ماب اربعة. هدي كارنوف ماب. اوكي. نكبرها بس شوية. وناخدها في جنبها. يلا شابه نمثل في كارنوف ماب. مبدئيا. احنا بنمثل ايه بالزبط? بنمثل اف. اف يعني همثل ايه? واحد. لو كنا بنمثل اف داش يعني همثل الصفار. فين دابليو اكس داش وي. دابليو اللي هي التو روز دول. متقطعين مع اكس داش وي فين? مع اكس داش يبقى بتكلم على الرول اللي تحت. واي يبقى بتكلم على اتنين دول. حطهم بوحية. يبقى كده دابليو اكس داش وي. دابليو داش اكس واي. دابليو داش يبقى الصفين اللي فوق. اه اكس. يبقى انا بتكلم على الصف التاني. واي يبقى بتكلم على دول. دابليو داش اكس واي. لو غلطت يا شباب عرفونا الله يكرم. اه اكس واي داش زد. اكس يبقى بتكلم على الصفين اللي في النص. يبقى بتكلم على العمودين الاولانيين. زد يبقى بتكلم على ده. اللي هو ده كده يتبقى اكس وي داش زد. تمام. اكس داش. وي داش زد داش. اكس داش اللي هو الصف الاول والاخير. آآ وي داش يبقى انا باتكلم على آآ اول عمودين. زد داش يبقى انا باتكلم على آآ ده وده. يبقى ده حضرتك عملنا ايه? مسلنا الاف. غير كده تبقى اقدر من هنا يعني ممكن احطها صفات. اقدر من هنا اعرف مين الان ومين الاف. باني ارجع لهم بالترتيب. واقول لحضرتك. مين يقول معايا يا شباب? اختار حد يقول معايا. آآ صار. صار معايا? يا شباب. نعم. ممكن تقول معايا انت? مين حضرتك اسمك ايه? نعم دكتور محمد عمود. حد حد تحب تحل معايا المسألة دي? لا. مين يحب يحل يا شباب? ايه السؤال يا دكتور? السؤال هروح على كارنوف ماب ده. هشوف منه مين قلنه ومين اوفه. مع حضرتك كده. اسمك ايه? اسمك ايه? انا مصطفى بك. مصطفى ايه? مصطفى ماجدي. مصطفى ماجدي. ماشي يا مصطفى. الان. انا كنت باملة باملة اساعدك انا برضه. انا كنت باملة كارنوف ماب صف صف. بنفس طريقة القرية قل لي. دي اول حاجة. ايه كنسلة? يبقى دي رقم زيرو. اون ولا اوف? دي اون? اون. طب رقم واحد. رقم واحدها تابقى اوف? هيك بتبقى هنا. اوف. اين و تلاتة و اربعة. اين و تلاتة اوف? shame is the third match. اون. لأ 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 لأ. ايه ركوية عشان ما تطلق بطش? بعد سبعة بتروح بتروح على هنا. بتقول تمانية. ايوة ماشي. تمانية. تمانية. يعني ما تفوتش انت في نفسك. تمانية. ماشي. خداشر عشر. وتسعة اوف. وتسعة اوف. مصبوط. عشرة واحد عشر. وبعدين يرجع اتناشر هنا. هنا اتناشر. اتناشر اوف. اوف. تلاتاشر. اون. اربعتاشر. خمستاشر اوف. خمستاشر اوف. دي كانت اتناشر. ايوة مزبوط يا دكانت اتناشر. طيب. كده حضرتك عرفت ال اون وال اوف صح? زبوط. اوكي. شكرا انت حضرتك كده خدت دركتين زيادة. اه. الديزاين بقى. الديزاين باستخدام الملتبليكسر ازاي شباب? مبدئيا انا كنت بروح اقول انا عندي كم امبوت في المسألة دي. هتقول اربعة امبوت. هقول لحضرتك يبقى حضرتك محتاج اربعة سيلكتر. علشان السيلكتر في الملتبليكسر هو الاكشوال امبوت بتاعي. لو هتاخد اربعة سيلكتر يبقى عندك اتنين قصة اربعة في واحد ملتبليكسر. الصيز بتاعي كده. يبقى عايز ملتبليكسر ستاشر في واحد. علشان كده انا مديلك فوق. الملتبليكسر نوعه ايه يا شباب? ستاشر في واحد ملتبليكسر. هتروح انت ايه حضرتك? راسم الملتبليكسر بتاعك? اهو. وتقول لي ايه? وتقول لي ده اللي هو اربعة سيلكتر اللي هم عبارة عن دابليو اكس واي زد. لو ستاشر انبوت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر اداشر اتناشر اتناشر ترتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. وتقول لي ده ستاشر سوري. ستاشر في واحد ملتبليكسر. ولو خارج الوحيد. الخارج الوحيد ده هو الفانكشن اف بتاعك. والدزاين بتاع الملتبليكسر ده كنت بروح اقول لك ايه? شوف مين الانست. دي هي السلوك اللي حط عليها في سي سي او او اصلها على في سي سي او حط عليها لوجيك وان. السلك رقم سفرة هو. رقم واحد. رقم اثنين. رقم تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبعدين سبعة. وبعدين تمانية. تسع. عشر. انا احلال الاخر بقى او امر الله. اتناشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. بقول لحضرتك مين السلوك اللي هتبقى اون. شوف لي الانست ايه? حضرتك يا فندم الانست هيبقى السلكي رقم سفر. ورقم خمسة. ورقم ستة. وايه كمان? وسابعة. وتمانية. وعشرة. ومين? احداشر. وتلاتاشر. دول هيبقى اون. اون يعني ايه? اوصلهم على بعض كلهم كده. احط عليهم لوجيك وان. لوجيك وان يعني ايه? اوصلهم على مكاومة على في سي سي. على بولة وبرزيستر يا بشوان. يبقى كده دول هي اللي عليهم لوجيك وان. يبقى لو قلتلي السلوك دي زيرو ودي وان دي زيرو ودي فايف ودي سيكس ودي زيفن وايت وتن واليفن وثيرتين. دول هيبقى عليهم لوجيك وان. الباقي هيبقى ليه لوجيك زيرو. يعني الباقي حضرتك هتروح تعمل ايه? هتروح تجمعهم دول على بعض. مع تسعة مع اتناشر مع اربعتاشر وخمستاشر. تحط عليهم لوجيك سفر يعني ايه? يعني اتوصلهم على الارضي. وكده الدزاين بتاعك بخلص. يا شباب. يعني الدزاين باستخدام المالتبليكسر او باستخدام الديكودر او باستخدام اي حاجة من البلوكات اللي احنا اخدناها دي باروح اجري اشوف مين الانست ومين الافست. في المالتبليكسر الانست معناها دي السلوك في الداخل اللي عليها آآ لوجيك وان. الافست معناها السلوك في الداخل اللي عليها بس. واحنا شفنا برده قبل كده لو هنعمل باستخدام دي كودر معناها ايه? في المحاضرات. حد عنده سؤال يا شباب? تمام كده? تمام كده? اوكي ناخد السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعده آآ ايه دزاين اللوجيك سيركيت وثري امبوت. ايه اكس واي وزت. طب خلينا نقوله كده بسرع. خلينا يا شباب. انا مش هحل لو انه اقولوكم الفكرة. الفكرة بتاعته سهلة قوية. زي اللي قبلها. تنظر ثلاثة أموت سيطلع خارج واحد إمتى لو عدد الوحايد في الداخل عدد الوحايد في الداخل لو لقيته زوجي طلع خارج واحد لو لقيته فاردي طلع خارج إيه صف فيها مشكلة إن أنت تعرف تعمل شباب كلنا عندنا مشكلة فيها أو لا يعني كلنا شعفينها سهلة أو لا تمام تروس تيبوا ما فيهاش مشكلة ومنها تروح تعرف مين الون ست ومين الوف ست هنهي صف بداية من صفر لحد سبعة اون ولا اوف بعدها أنا قلتلك اعمل ديزاين باستخدام ملتبليكسر وما حددتلكش نوع الملتبليكسر هتروح تقولي إيه أنا عندي ثلاثة أموت تمانية أموت يبقى ثلاثة سيلكتور يبقى نوع الملتبليكسر اتنين أس ثلاثة في واحدة هحتاجه اتنين أس ثلاثة في واحد هو اللي هحتاجه اللي هو تمانية في واحد روح يرسمه وحط التمن سلوك سلك واحد في الخارج ودول السيلكتورز اللي هم هيبقى عبارة عن الـ X Y Z وده تمانية في واحد ملتبليكسر وتقولي الخارج بتاعي هيبقى F وتروح على الـ تجمعهم وتوصلهم على VCC وعلى تجمعهم وتوصلهم على على الأرض حلو الكلام؟ مسألة سهلة ولا صعبة؟ يبقى لما بعمل ديزاين باستخدام الديكودر أو الملتبليكسر أنا مش محتاج أعمل مش محتاج أجيب علشان جميع الدوائر موجودة داخليا هنا جوه جميع المنترمز بتاعتي موجودة هنا مش محتاج أنا بقى أعمل يبقى أعمل إمتى لما قولك يعمل بنامد ونور يبقى أنا بحتاج منك تجيب الملتبليكسر إما لو هتعمل ديزاين بالملتبليكسر أو ديزاين بالديكودر لا حضرتك مش هتحتاج للكلام ده حضرتك جاست أنك هتجيب الانست والاوفست وتشتغل به في سؤال يا شباب طيب جميع السؤال ده شبه بتاعكم اللي انتو بتحلوا فيه في الكوز فحضراتكم برضو هتاخدوه معاكم في الكوز يبقى كده معاكم سؤالين سؤال من المرة اللي قتت وسؤال من المرة دي تحلوه مع بعض وتعالى نتكلم على الكونفيرجن الكونفيرجن أخدناه قبل كده في عدادي وأنا جبتلكم فيديو سابقا وقلت لحضراتكم اتفرجوا عليه حد شافوا يا شباب حد شافوا يا شباب التحويل التحويلات ما شفتهاش بقى شفناها تعالى نشوف ازاي مثلا مثال زي ده او بلاش ده مثال التاني ده ازاي نحوله من النظام السبتاشر هو سبعة اي ستة اي ده بالنظام السبتاشر ازاي نجيب السنائي منه بص هو فيه طرق كتير جدا بس أبسط طريقة الشورت كات اللي انا قلتها لكم في المحاضرة ان كل ديجيت هيكسا ديسميل يقدر يتفك لوحده في اربعة بيت وكده حولته لسنائي يعني السبعة دي مسالها في اربعة بيت هيبقى زيرو وان 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 الاي هو الاي ده كمية كم يا شباب الهكسا ديسميل من صفر لتسعة وقيمة عشرة دي عبارة عن الاي واحداشر عبارة عن البي اربعة ماشي حاضر انا هعمل لهم ليست كلهم واثناشر عبارة عن السي وتلاتاشر عبارة عن الدي واربعتاشر عبارة عن الاي وخمستاشر اللي هو اخر قيمة في الهكسا ديسميل عبارة عن الديجيت اف حضرتك دلوقتي بتتكلم على اي اربعتاشر اربعتاشر خلاص امثل اربعتاشر ازاي تمانية واربعة اتناشر واتنين اربعتاشر ستة امثلها ازاي ما فيش تمانية اربعة واتنين وصفر الاي امثلها ازاي الاي دي اللي هي عشرة تمانية اتنين يبقى ده الشكل بتاعك بالاي بالسناقي لو انا حابب اجيب السوماني منه احاوله ازاي لسوماني هقولك سهلا جمع كل تلاتة مع بعض التلاتة دول مع بعض والتلاتة دول مع بعض والتلاتة دول مع بعض والتلاتة دول مع بعض والتلاتة دول مع بعض والصفر ده لو هو مش صفر يعني حطوه صفرين على الشمال واخده مع بعض بس ده صفر مانوش لازم ايه واقرأ كل مجموعة على حدة زيرو واحد زيرو ده كمية كام اتنين واحد زيرو واحد كمية كام خمسة واحد زيرو زيرو كمية كام واحد تلاتة وحاية ده كمية كام سبعة تلاتة وحاية ده كمية كام سبعة يبقى ده المكافئ بالنظام الايه؟ الصمان طب وبعدين طب لو عايزة جيبه بالنظام العشري او لو عايزة حواله بقى للنظام غريب انا مش عارفه خماسي وتساعي وحاجة زي كده مدام النظام مش ثنائي ولا ثماني ولا 16 يبقى حضرتك هتضطر في الاول تحولها لنظام عشري الاول طب احول النظام العشري ازاي؟ بكل بساطة وزع الاوزان انت بتكلم هنا على وزن 16 هتقول وزن الخنة الاولى واحد اللي هو 16 قص صف وزن الخنة اللي بعدها 16 قص واحد وزن الخنة اللي بعدها 16 قص اثنين وزن الخنة اللي بعدها 16 قص ثلاثة حلو الكلام؟ هتروح تقول لي الرقم بالعشري يكافئ ايه؟ سبعة في 16 قص ثلاثة زائد ايه الايه ده كمية كام؟ اه ارجع بقى هون اه اربعتاشر في 16 قص اثنين زائد ايه؟ ايه كمان يا شباب؟ ستة في 16 قص واحد زائد ايه؟ الايه دي كميتها كام؟ انت عارفها ايه؟ 10 10 في واحد هتروح تجيب المكافئ اللي ده كله المكافئ كام يا شباب؟ طب عايزين نحسابه هيا يا شباب سبعة في 16 قص ثلاثة زائد ثلاثة ستة اثنين ده بالنظام الايه؟ العشري طب يا فنن دلوقتي حضرتك مش عايزوا بالنظام العشري عايزوا بالنظام مثلا الخماسي هتعملها ازاي؟ بكل بساطة اسم على خمسة ايه؟ اسم على خمسة اه بكل بساطة هنبدأ نعمل اسمة مطولة على خمسة هناخد الرقم ده ثلاثة اثنين ثلاثة ستة اثنين اسم على خمسة اسم اسم مطولة على خمسة هيطلع لك ايه؟ ستة اربعة سبعة اثنين وكسر انا عايز اعرف الكسر ده يكافئ كمي؟ هقول له ناقص ستة اربعة سبعة اثنين يساوي واضرب في خمسة تاني تعرف ان المتبكر بتاعك اثنين هادي المتبكر اثنين روح اقسن تاني على خمسة اوكي؟ ستة اربعة سبعة اثنين على خمسة هيكافئ كم؟ الف ميتين اربعة وتسعين واربعة من عشرة ده معناية متبكة كم يا شباب؟ اثنين برضا ايه سمتاني على خمسة؟ يبقى واحد اثنين تسع اربعة معلش الرقم كبير هنستحمله يطلع لي اثنين خمسة تمانية وتمانية من عشرة ده اللي هو متبكة كم يعني على خمسة؟ اربعة على خمسة وبعدين نجيب العدد الصحيح تاني نقسمه على خمسة خمسة فيها العشرة ويتبقى كام اتنين من عشرة ده اللي هو ايه؟ واحد على خمسة وبعدين عشرة على خمسة فيها كام؟ فيها الاتنين ومايتبقاش حاجة خالص يبقى يتبقى زيره وبعدين اتنين على خمسة فيها الصفر ويتبقى اتنين يبقى ده هو الرقم المكافئ بالنظام الخماسي اوكي يا شباب؟ حد عنده اي مشكلة دلوقتي في التحولات دي؟ طيب جميل جدا والباقي زيه السؤال اللي بعده حول من نظام ستاشر ستاشر اعلا نجيب بس النوتيت حول من النظام الستاشر للسوماني هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح تستعين بالسنائي زي ما احنا عملنا من شوية بعدين منها للسوماني استعين بالسنائي ازاي؟ بانك هنا كل تكركها في اربعة بيت ومن السنائي للسوماني تجمع كل تلاتة بيت وتقراها كااا ديجت سوماني طيب السؤال اللي فوق ده؟ من خماسي لسباعي مدام الانزمة مختلفة كده؟ يبقى حضرتك الاول هتحول للعشري بانك تضرف الاوزان وبعدين تحول السباعي بانك تقسم اسمها مكررة على سبعة وتاخد تنشئ بهم الرقم الجديد اوكي؟ وبعده كمان شبيه به خلصنا في مشكلة يا شباب؟ هناخد السؤال ده انا طبعا السولوشنز دي هحطها مع بعضها في الفايل ونزله لكم محلول كبيديف تعال نقرا بقى السؤال ده السؤال ده بيقول دي زاين ان ادر اعمل دايرة تجمع ادر سيركت تؤاد هجمع ايه؟ هجمع تلات ارقام تمانية بيت ايه ده؟ يعني هجمع اكس واي وز عايز اجمع التلات ارقام دول حيث ان كل الرقم فيهم كام يا شباب تمانية بيت يعني الاولاني من اكس زيرو لحد اكس سبعة والتاني من اكس من واي زيرو لحد واي سبعة وزد من زد زيرو لحد زد سبعة هعملها ازاي؟ طب ايه المتاح؟ انا ما ادي لك ايه تشتغل به؟ قالك ان يور ديزاين يوز اربعة بيت سي اللي ايه سيركت اربعة بيت ادر يبقى المتاح عند حضرتك سيركتس سي اللي ايه مش فرق معاك ان نوعه سي اللي ايه ولا ادر عادي مش فرق معايا ادرز اللي يفرق معايا ان هو بيجمع اربعة بيت فقط لغير ياخد انشيا الكاري يطلع اربعة بيت اوبط يطلع كاري للبعد بس للاسف انا غلطت بس ثانية واحدة اهو في الرسمة هو بياخد رقمين كل رقم اربعة بيت الاربعة بيت ادر كده بياخد رقمين كل رقم اربعة بيت وانشيا الكاري يطلع مجموع اربعة بيت وكاري اول ده اللي عندك ده اللي اسمه اربعة بيت ادر اوكي يا شباب عند حضرتك مانع تستخدم دوير من النوع ده عشان تعمل الجامع ولا لا اخترع بقى اقول له سهلا اصبح ده بيجمع رقمين طيب ماشي تعالى نقسم العملية دي لعمليتين هجمع اكس واي الاول اطلع الناتج اخد الناتج ده مع زد اجمعه تاني يبقى انا هعمل كام ستيج يا شباب اوكي جميل جدا طيب اعمل ازاي اذا كان ده بيجمع اربعة بيت والرقم عندي تمانية بيت اقول له مفيش مشكلة السمه السمه على من اكس زيرو ال اكس تلاتة دولار اربعة بيت ومن اكس اربعة ل اكس سبعة دولار اربعة بيت ونفس الكلام من واي زيرو ال واي تلاتة ومن واي اربعة ل واي سبعة خد دول مع بعض على اربعة بيت ادر اديهم انشيال كاري هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا اربعة ناتج ويطلع كاري اوديها للخنة اللي بعدي حلو الكلام؟ الخنة اللي بعدي دي بتشتغل ازاي؟ هتاخد من اكس اربعة ال اكس سبعة مع الكاري اللي جايلي من الاربعة بيت ادر اللي قبلية هتطلع اجمعهم مع بعض هتطلع اربعة مجموع واتطلع كاري اوفر اول هنا اول هسميه كاري تمانية وده اللي هعمله دلبياتي في الدزاين حالي تعالى نعمل الجزئية دي الاول فقولت له خلاص الجزئية دي اهي ادي الاربعة بيت ادر تيجي ناخد قبل من ده انا اخد قبل من فوق ده ونكرر ونكرر هدي اول واحد هدي تاني واحد تعالى ناخد الاثنين جنب كده ونقول حضرتك يا فندم عايز ايه معنى ايه بس لحد ما يشتغل عايز ايه عايز الاولاني ده اقول له ده الانشي الكاري بتاع حضرتك ومالوش لازمة عشان انا بعمل عملية جامعة بصف هنا هدخل له القيم اكس زيرو لحد اكس تلاتة ومن وي زيرو لحد وي تلاتة تعالى سمي الناتج اللي هيطلع ده اف هيطلع لي اف زيرو لحد اف تلاتة واخد الكاري ده اسمو سي اربعة اخده اوصله على الاستيج اللي بعديه والاستيج اللي بعديه ده دخل لها بقيت الاكس اللي هي من اكس اربعة لحد اكس سبعة وبقيت الواي اللي هي من واي اربعة لحد واي سبعة هيطلع لي بقيت الصم اللي هي من اف اربعة لحد اف سبعة ويطلع الكاري ده اللي اسمو سي تماني حلو الكلام ده اللي استيجي الاول اللي عملته فوقها كرره تح يعني ايه بمعنى ان انا هاخد اول اربعة من الناتج مع الاربعة المتبقيين من زد زيرو لحد زد تلاتة اجمعهم على بعض وحطله انشيا الكاري برضو صفر اطلع اربعة ناتج اللي هو صم زيرو الاوفر اول صم بقى لحد صم تلاتة والكاري اللي هيطلع هنا اخده كانشيا الكاري اللي بعدي مع الاربعة اف اه اربعة لحد اف سبعة مع زد اربعة لحد زد سبعة اجمعهم على بعض اطلع صم اربعة لحد صم سبعة ويطلع لي برضو هنا ايه سي تمانية برضو كاري فهقول لي الكاري اللي فوق ده بتاع الحلل بتاع الاولى سي تمانية اي والكاري اللي تحت ده بتاع الاستيج التانية سي تمانية دابل او عشان بس افرق بينه يلا يا شباب نعمل كوبي اللي اللي حصل ده على الاسف مش هينفع هنا اوكي ليش هو رخم شوية الفكرة واضحة يا شباب ما شو هندسين فكرة واضحة ايه واضحة اوكي والتخي يا دكتور من الصم زيرو للصم سبعة كعجابة بقى اه سواني بس انت بتسأل بتقول في الحل يعني في الناتين ايه اوه اه حاضر السي تمانية ده ايش سواني بس اكون بقية المسألة احنا بنشتغل بالابليكيشن بالباكز بتاعت ومفيش مشكلة ايه دي هو على طول بيمسخ في النص هنا لازم اتضي المكان ده ايه اوكي حضرتك هتعمل ايه دلوقتي في المسألة دي نكملها وبعدين اشوف سؤال حضرتك حط له سي زيرو برضو هنا بصف اخذ الاربعة دول اجمعهم على الزد من زد زيرو لحد زد تلاتة اطلع سام من سام زيرو لحد سام تلاتة الاربعة وبعدين اخذ الكاري ده هو اديه على اللي بعده مع الاربعة دول وبقيت الزد اللي هي من زد اربعة لحد زد سبعة اطلع اطلع السام من اربعة لحد سبعة مع كاري تمانية بتاع دابل او هنا بس في حاجة فيه تو كاريس طلعوا كاري تمانية وكاري تمانية اللي تو كاريس دول تحت بعض في نفس المكان فبدل ما سيبهم كده اجمعهم مع بعض استخدام هاف ادر عشان دول تو بيتس هجمع الاولاني والتاني هيطلع لي اخر حاجة هنا دي ايه اس سبعة هيطلع لي اس تمانية لو انت محتاجها وكاري اسمه سي تسعة اللي انت محتاجه خده اللي مش محتاجه واحزف يبقى ده الجينرال كيس سؤال حضرتك كيف انتم كان ايه لما يجي اس بياخد من اس زيرو الاس سبعة اللي هو الثمان اه الناتج يعني الناتج كله الناتج هو ده من اس زيرو الاس سبعة على حسب الناتج في امر فلو ولا لا اوكي يا شباب اي سؤال يا شباب طيب بالمثل ايه دي سؤال السؤال ده يا شباب عايزين نحله مع بعض بنفس الطريقة وده اخر سؤال النهاردة ديزاين انساين بايناري مالتبلاير حاجة بتضرب مالتبلاير سيركت عشان اضرب ايه ثلاثة بايناري نومبرز ثلاثة ارقام بايناري اتنين باينارك عشان ايه او مالتبلا advertisements اتنين بايق وبعدين كلاتة بت اربعة بت حضرتك هتعملها ازاي هتستخدم ايه في الديزاين هتستخدم full others فقط لغير ارسم الدايرة بتاعتك ووريني ازاي حليت في مشكلة لو انا قلت اللي فوق ده هو الاربعة بيت وده تلاتة بيت وده تنين بيت عشان التسهيل بس طيب حلها ازاي فقال طوله احنا اتعلمنا نجمع رقمين اتعلمنا نضرب رقمين وقلت له خلاص بنفس الطريقة خد اول رقمين اضربهم وطلع الناتج F اضربه وطلع مع Z وطلع الناتج B هتعمل لها ايه؟ two stages فبنقول X ده اربعة بت اللي هو عبارة عن X zero X واحد X اتنين X تلاتة Y تلاتة بيت Y zero Y واحد Y اتنين عايزين نضربهم في بعض حاضر اللي هنضرب همسك اول واحد اضربه في اللي فوق Y zero في X zero فيبقى اسمها X zero Y zero اللي بعدها X واحد Y zero اللي بعدها X اتنين Y zero عارف اللي حضرتك عمال تكتبه ده AND gates X تلاتة Y zero يبقى هعمل الاربعة AND gates دوله الاول وبعدين اشفت خطوة واروح امسك ال Y one اضربه في اللي فوق اشفت مكان يعني هبدأ من هنا فيبقى X zero Y واحد اللي بعدها X واحد Y واحد اللي بعدها X اتنين Y واحد اللي بعدها X تلاتة Y واحد وبعدين يا شباب اجيب لهم مخالب بس امسك ال Y two وراح اضربه في اللي بعدها وشفت خانم وراح اقول X zero Y اتنين X واحد Y اتنين ده الدرب العادي اللي احنا اتعودنا عليه يا شباب X اتنين Y اتنين X ثلاثة Y اتنين وكده حضرتك قدرت تتحول ايه؟ عملية الدرب الى عملية جمع يبقى دلوقتي لو حضرتك هتجمع ده كله مع بعضه تطلع الناتج بتاعك اللي اسمه F عندي قعدة في الضرب بتقولي لو انا بضرب اربعة بيت في تلاتة بيت الناتج بتاعك كان سبعة بيت رقم واحد عند حضرتك هتعمل الاند جيتس عشان انا مش هرسم الرسمة هتبقى ايه؟ هتبقى رخمة عندي في الكمبيوتر دلوقتي هتعمل الاند جيتس كلها وبعدين الاولانية دي هل هتجمع على حاجة تحتها؟ لأ هتنزل زي ما هي اول خرج F zero التانية دي الله ده ايه؟ ده انا هجمع تلاتة بيت يا دكتور سوري هجمع تلات ارقام لا ده انا اجمع رقمين الاول وابقى جيبي الناتج بتاعهم بعدين بقى نزلوه صح يا شباب؟ يبقى المسألة دي ضمنيا فيها نفس فكرة المسألة اللي قبلها هنا انا عايز اجمع تلات ارقام الرقم الاولين اهو الرقم التاني اهو الرقم التالت اهو فهقسمها علي ايه؟ اجمع رقمين اخذ الناتج اجمعه مع التالي بل المسألة دي فيها كل حاجة يا شباب هعمل الاند ده والاند ده احط له initial carry 0 وانا عندي اللي باجمع به اسمه full other الفول ادر بيجمع two bits و initial carry يطلع صام هنا و carry اللي بعد على الفول ادر اللي بعده اللي يدخله ناتج الاند ده والاند ده يطلع صام و carry و carry للخانة اللي بعده ده كمان full other يجمع يطلع صام و carry للخانة اللي بعده الخالة اللي بعده اساسا دي كانت صف مع الكاري ده مع القيمة اللي هنا اطلع صام و carry ومتحذفوش عشان انت محتاج تكبر الناتج واصبر بقى الناتج ده هل هيجمع تحت حاجة بعد كده لأ نزله زي ما هو F zero يبقى اسمه ده F one وبعدين روح اجمع بقى المتبقي ده معايا قيمة هنا ومعايا القيمة دي اجمعهم على بعض بإن يدخلهم initial carry بصفر طبعا يطلع صام اللي اسمه F two و carry للخانة اللي بعده مع الناتج اللي كان طلع في الاول هنا مع ال and دي على full other يطلع صام F three واللي بعده يروح له carry مع القيمة اللي كانت هنا مع القيمة دي يطلع صام F four وال carry يروح لللي بعده على القيمة دي على القيمة دي يطلع صام F five واللي بعده ده هيطلع carry اهو ده F six يبقى دلوقت يا شباب من F zero ال F six دول السبعة بيت اللي انا منتظرهم لعملية الضرب بتاعها عملتها باستخدام دواير an ودواير full other كده ضربت ال X full Y طلعت F روح اضربه في الزد طلع ال B المسألة كده كبيرة انا هجبها مسألة اصغر من كده يعني هجبها رقمية اتنين في بعض او لو هجبها تلات ارقام في بعض مثلا ده يبقى مثلا ثلاثة بيت وده يبقى مثلا اتنين بيت وده يبقى one بيت عشان ما تضطرش تجمع جاست انك هتعمل عملية أند وخلاص واضح يا شباب يبقى حضرتك في الحل هتعمل ايه؟ هتوريني ده شو يورورك؟ اهو ده شو يورورك ده الحل بتاع حضرتك طريقة الحل وتروح بعد ذلك تعمل لي بقى الرسمة بتاعت حضرتك الاندات مع الفول ادر بيتوصلوا ازاي؟ اوكي؟ في مشكلة يا شباب؟ ايه اسئلة شباب؟ وده اخر سؤال عندنا في بتاعي عندكم اسئلة قبل ما واقف طيب اوكي سوانا واقف ونكمل مع بعض اشتركوا في القناة